زي ما احنا اتكلمنا عن المنتخب الأولمبي أيضا برضو من واجبنا هنا من برنامج الأشبال دايما بنتابع أبناء النادي الأهلي أبناء النادي الأهلي المحترفين في التشيك تشيك ما شاء الله دي تجربة مهمة جدا زي ما شوفنا أحمد حمد عبدالقادر أو أحمد عبدالقادر زي ما جمهور النادي الأهلي عارفوا كان ليه تجربة في التشيك الرجل رجع منها بفكر مختلف تطور فني مختلف تكوين جسماني وبدني مختلف شوفنا راح سموحة أدى أداء رائع وأيضا دلوقتي مع النادي الأهلي إن شاء الله يكون من العناصر المهمة والعناصر الأساسية برضو عندنا ثلاث لعيبة في زي سكوف التشيكي مصطفى فوزي ومحمد أحمد بيسو وميدو هشام التلاتة راحوا السنة دي عارف لنادي زي سكوف اللي عارف لمدة سنتين شوفنا مصطفى فوزي وعرضنا لحضراتكم في الحلقات السابقة يعني ما شاء الله الأداء بتاعه أهدافه التطور الكبير وشوفنا الكلام ده النهاردة برضو عندنا لعيب إن شاء الله نتوقع له خلال فترة اللي جاية إنه هيقدي أداء رائع ويثبت نفسه في هذه التجربة ده محمد أحمد بيسو دي لقطات معانا حصرية هنا البرنامج الأشبال بعض اللقطات اللي لعبنا محمد أحمد بيسو وهو بيتقلق في الدوري التشيكي دي ده الأهداف يعني أو ضمن الأهداف اللي أحرازها بيسو بيسو بالمناسبة هو بيلعب تحت المهاجم تحت المهاجم يمين أو شمال لعب مميز أيضا كان لعب مميز في قطاع الناشئين زي ما بنحيي اللعبة لازم نحيي أمير توفيق على التجربة دي التجربة دي تجربة مهمة جدا لا تقل أهمية عن تجربة الإعارات في الدوري الممتاز هنا بالعكس ممكن تضيف كمان تطوير شخصية اللاعب على المستوى الفني والمستوى البدني فاحنا بنشوف محمد أحمد بيسو زي ما شفنا لقطات لمصطفى فوزي النهاردة بنشوف لقطات لمحمد أحمد بيسو ان شاء الله اللي بنتوقع له ان شاء الله هيكون لعب مميز وخامة مميزة جدا زي ما احنا برضو بكلمنا عن أبناء كطاع الناشئين وتجربة في التشيك برضو الفترة دي طيب معانا ماشي ورونه معانا مصطفى فوزي برضو يعني قالولي دلوقتي ان في لقطة أو لقطات لمصطفى فوزي زي ما احنا عرضنا قبل كده بنعرض له لقطة دلوقتي تانية علشان دايما نحسوا ان احنا بنتبعهم ودي لقطات حصرية لينا هنا ده مصطفى فوزي وكننا احنا هنا الحمد لله في برنامج الاشبال سبب ان احنا نقول الراجل ده خامة مميزة لما ازعناه له بقولولي ده مباراة كانت في دور الاربعة وستين هناك في الكاس التشيكي قبل الاصابة هو كان عنده اصابة يعني اصابة حاجة بسيطة جدا مدة اسبوع في خلال يومين تلاتة هيرجع تاني المنعب فدي بعد اللقطات لمصطفى فوزي وزي ما اقول لحضراتكم برضو زيه زي بيسو خامة مبشرة جدا كمان بيمتاز بالجس بيمتاز بالتكوين الجسماني القوي هنعرض لحضراتكم برضو ميدو هشام يعني زي ما شفنا بيسو ما شفنا مصطفى فوزي نشوف برضو ميدو حسام برضو من ضمن اللقطات ليه واللقطات دي زي ما اقول لحضراتكم دي حصرية لينا هنا في برنامج الاشبال دا من الدورة شيكوه ابو شعر دا برضو ما شاء الله يعني فيه شبه من رمي ربيعة تكوين الجسماني الطول القوة السرعة هو دا ميدو اللي الزحلق في الكرة دي فالنهار دا دي تجربة مهمة جدا تجربة يعني هياخدوا فيها خبرات كبيرة جدا واكيد النادي الاهلي وامير توفيق بتابعوهم بشكل مستمر فيه اتصالات مستمرة دايما بيشوفوا مشاركاتهم فان شاء الله ينجحوا ويقدروا برضو يعني يرجعوا مرة اخرى زي احمد عبدالقادر وتكون تجربة مهمة ليهم